راديو نيل او بالترتيب في ارتكال لطيف جدا كان بيقول ازاي اقدر اشتغل واركز من غير قهوة في نهار رمضان اول حاجة لو نمت كويس جدا عدد نوم متواصل وسابت كل يوم وعودت جسمك ان الساعة الفلانية انا بدخل انام لو خدت وقتك كويس اوي كافي من النوم العميق المتواصل هتصحى تاني يوم رايق ومركز ومصحصح مش محتاج قهوة رقم اتنين اعمل الشغل المهم يعني اعمل لنفسك كده زي جدول بسيط انك تخلص الشغل المهم مقوي اول ما تصحى عشان لسه انت عندك تركيز عالي لكن لو اجلت وقلت كمان شوي او كمان ساعة او لما فوق ما صحصح هيتبدأ تحس بجوع وعطش وتبدأ ساعتها تصدع وتركيزك يكون مشتت ومجهد جدا رقم ثلاثة اوعى قبل ما تنام تقول اشرب قهوة او شاي عشان اصحم صحصح بالعكس الكافيين هتخليك مش نام كويس وتصحى كمان عطشان فاشرب ميا كتير قبل ما تنام الميا اللي هتخلي كل وظايف جسمك ممتازة جدا رقم اربعة والاخيرة السحور الخفيف الهلثي هيخليك تاني يوم مش حاسب تقل ولا تعبان ولا في حموضة ولا في حرقان في معدتك ولا اي حاجة لكن لو كلت اكل سبايسي او دسم قبل النوم تاني يوم هتكون فعلا تعبان ومش قادر تشتغل ومش مركز ومحتاج حاجة صحصحك او تفوقك في بقى دراسة لطيفة دي كده ايه شوية التبس اللي قلناها ازاي اشتغل في نهار رمضان من غير ما تزرزر او اتعصب او حس بجوع او بعطش من غير القاهوة والكافيين اللي انت متعود تدخله في جسمك في دراسة بقى في السويد بتقول لك ايه بتقول لك انه اه لم هي قللت عدد ساعات العمل في السويد لست ساعات بدل من تمانية انت جيد الموظفين زادت وده يخلاني افكر طب احنا في رمضان كل الاشغال القطاع الخاص والعام وكل حاجة عدد ساعات شغلها قلت فهل انت حسيت ان لما عدد ساعات الشغل قلت انت انجازك في الشغل زاد ولا لا انا مستني اليوم العادي الروتيني الطويل بتاع الشغل دي حاجة عايز عرفها منكم وكمان هقول لكم برضو لينك اللي جاي عن مميزات الشغل في رمضان الشغل في رمضان ليميزة؟ ايوة هقول لكم على مميزات لطيفة ما جاتش على بالنا